بداية أشكر لأخوة في التجمع القومي على هذه الدعوة الكريمة لمناقشة هذا الموضوع الحيوي أعتقد الذي مثل ما ذكر الأستاذ مكي هو موضوع بالفعل يعني أخذ جانب وحيز كبير من النقاشات في الصحافة وسائل الإعلام وحتى على مستوى الجمعيات وأعتقد أن هذا يدلل على أهمية الموضوع بالنسبة لشريحة واسعة أو شريحة واسعة من شعب البحرين خاصة أنه يتعلق بالواقع المعيشي والاقتصادي للأسرة البحرينية بشكل عام وسياسات الحكومة تجاه مسألة رفع الدعم وما يرتبط فيها من البطالة والمسألة الأسعار والتضخم وكل هذه الأمور وسياسات الاقتصادية بشكل عام أنا حاولت قدر الإمكان أكتب ورقة على أساس التزم بالورقة لأن هذا الموضوع فيه من الأقام والحقائق التي يمكن الواحد يعني بدون ورقة أن لا يكون دقيق فيها حاولت أن أكون دقيق في نقل المعلومة من حسب مصادرها وأيضا كان لي تعليق على كثير من النقاط أرجو أن يكون يعني يتناسب مع واقع الورقة والأستاذ عيسى مثل ما فهمت من ورقته أنه طبعا راح يكمل على موضوع المحور اللي أنا أتكلم فيه أرجو أن أستطيع اثنين نكمل بعض في البدء لا بد لنا من قراءة عنوان ندوتنا لهذه الليلة والذي حدد بموضوعات ثلاثة أساسية انصبت حول توجهات الحكومة خلال الفترة الماضية بالنسبة لسياسات رفع الدعم عن السلع الأساسية مثل المحروقات وبعض السلع الغذائية وعلاقة ذلك بمستويات الأسعار والتضخم وانعكاس ذلك على سلة الاستهلاك اليومي لشرائح مختلفة من المواطنين والمقيمين على حد سوا وصولا إلى ما سيترتب نتيجة لذلك من اختلالات قادمة بلا شك بالنسبة للأوضاع المعيشية في البلاد وقد بدأت ملامحها في الظهور بالفعل خاصة إذا ربطنا كل ذلك بجملة الإشكالات الاقتصادية القائمة في بنية الاقتصاد الوطني البحريني ومقاربة ذلك قدر الإمكان بكيفية تعاطي الجهات المعنية معها مثل الحكومة والسلطة التشريعية على وجه الخصوص فالأرقام المعلنة تقول لنا أن البحرين تتجه بتسارع نحو مزيد من الاستدانة حيث من المتوقع أن يصل حجم الدين العام مع نهاية العام الحالي إلى 10 مليار دينار أي أكثر من 26 مليار دولار وجميع المؤشرات تؤكد أن العجز في الموازنة العامة للدولة سيستمر بنفس الرتم الحالي على أحسن تقدير أي في حدوث 800 مليون دينار عن كل سنتين وهو عمر الميزانية علما أن تقديم الموازنة لمجلس النواب قد تأخر حتى الآن أكثر من أربعة شهور أو أربعة أشهر ومن الواضح هنا تردد الحكومة في تقديمها لمجلس النواب أو تقديم الميزانية لمجلس النواب وذلك نتيجة لتعذر حسم مسألتين رئيسيتين على الأقل كما أعتقد القضية الأولى وهي لم يتم حتى الآن حسم السعر التقديري لبرميل النفط المفترض أن يكون تقديريا في الميزانية خلال العام القادمين حيث لا زال النفط يمثل أكثر من 89% من إرادات الدولة وبالتالي تكون أسعار النفط المقدرة في الميزانية على جانب كبير من الأهمية لخروج الميزانية إلى حيث الوجود وهنا مؤشر واضح على حجم الأرباك الرسمي تجاه كيفية معالجة الاختلالات القائمة من خلال الموازن العام للدولة وكذلك بسبب عدم حسم موعد وتسلسل فرص فرض حزمة الإجراءات الضريبية القادمة إلينا بتسارع هناك حديث مثل ما تعرفون كثير أو يتوارد كثير حول حزمة من الإجراءات الضريبية والتعرفات التي سوف تحسب أو سوف تلقى على عاتق المواطن البحريني لكن هذا يتم للأسف أحيانا على استحياء وأحيانا يتم تمريرها بين الليلة وضحاها وطبعا كان مجلس النواب دائما ومجلس شورا في حالة دعم وفي عدم حالة مجرد نقاش للموضوع وما الذي سيمكن تمريره من هذه الحزمة الضريبية خلال الفترة القريبة القادمة ما نطمح أن نركز عليه في هذه النجوة بطبيعة الحال هو انعكاس جملة سياسات الأخيرة على الواقع المعيشي والاجتماعي للناس فعندما نريد أن نناقش مسألة رفع الدعم تقفز مباشرة للسطح مساء الأساسية من بينها كيفية إدارة موارد الدولة وثرواتها وحقيقة الأرقام المعلنة والشفافية الغائبة بكل أسف ضمن ما نطمح إليه من دولة يجب أن يحكمها القانون وتديرها المؤسسات ولا ترتجل فيها القرارات المتعلقة بمعيشة ومستقبل الناس بل ضمن شراكة حقيقية في صياغة القرار الاقتصادي والسياسي على حد سواء وهذه مسألة لا زالت معجلة بل غائبة أيضا وتحضر فيها مسألة الرقابة والمحاسبة الحقيقية وحجم الفساد والهدر في الموارد العامة للدولة ربما يوصلنا إلى اقتصاد حقيقي يتمتع بكفاءة اقتصادية وإنتاجية يمكن قياسها والبناء عليها وصولا لتنمية شاملة وحقيقية لا زالت بكل أسف شعارا بعيد المنال والدليل أن جملة القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الدعم عن السلع وزيارة الضرائب وتوقعات قرب فرض ضريبة القيمة المضافة العام القادم وهي ستفرض في بعض الدول الخليجية مع نهاية العام الحالي كثيرا ما خضعت وتخضع لردود أفعال شعبية رافضة كدليل على فوقية تلك القرارات وغياب الشفافية في الأرقام التي تقدمها الحكومة وهي بالتالي لا تحظى بتوافق مجتمعي حتى الآن وتسود مخاوف حقيقية بعد إعلان بعض دول الجوار انتهاء عصر دولة الرفاه كما أعلنت الكويت الدولة الغنية عن ذلك مؤخرا إن كفاءة إنتاجية أي اقتصاد هي أحدى ركائز وجود نمو اقتصادي حقيقي ورفاه مجتمعي وتكمن غاية الكفاءة الاقتصادية أساسا في الوصول بالدرجة الأساس لمؤشرات قياس جيدة من العدالة الاجتماعية تحقق نتيجة لها حالة مرجوة من الأمان الاجتماعي لمختلف الشرائح والفئات الاجتماعية وتقود في نهاية المطاف لاستقرار سياسي يفترض أن يكون هو طموح مشترك للجميع حكومة وشعبا فهل نحن فعلا نسير في هذا الاتجاه؟ أنا لا أشك بل أنني متيقن أننا بهكذا أوضاع نسير فعلا عكس ذلك بكل تأكيد ولن تنقذنا أو تنفعنا لغة الإعلام الرسمي والشعارات المرفوعة حول ذلك علينا أن نطرح مرئياتنا بكل وضوح متأملين أن تصل رسالتنا إلى أصحاب القرار فذلك جزء من رسالتنا ومسؤوليتنا الاجتماعية والسياسية تجاه هذا الوطن فالطبقة الوسطى لدينا على سبيل المثال وهي الطبقة المفترض أن تكون الأكبر والمحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني وهي عنوان ومؤشر معتمد عالميا لإزدهار المجتمع اقتصاديا واجتماعيا هذه الطبقة في البحرين أصبحت منذ فترة ليست بالقصيرة في حالة تراجع مخيف رغم غياب الأرقام الرسمية بل ومجافاتها للحقيقة أحيانا كثيرة وهي ترتبط بأمور عديدة من بينها معدلات النمو الاقتصادي ومستوى الأجور وسياسات ونسب الاستثمار ومعدلات التوظيف ومعدلات البطالة الحقيقية والفقر في المجتمع كيف يراد لنا أن نفهم واقع البطالة في البحرين عندما تقول لنا أرقام وزارة العمل وشؤون الاجتماعية أن معدل البطالة في حدود 4% بينما نجدها لدى مجلس التنمية الاقتصادية الجهة المعنية بالتخطيط للاقتصاد الوطني هي في حدود 7.3% فمن نصدق يا ترى؟ وكيف نعالج خضية البطالة إذا كنا لا نعرف رقمها العقيقي؟ ولا يحتاج المتابعة أحيانا لأدوات استثنائية لرصد معالم هذه الظاهرة فسوق العمل البحريني ونتيجة لهيكلة الاقتصاد الحالية أضحى ينتج فرص عمل بغزارة لكنها محصورة وبحسب أرقام وزارة العمل واتحاد عمال البحرين بالدرجة الأساسية في قطاع الإنشاءات وبأجور متدنية جدا وشروط عمل تجعل من الصعب استيعابها لجيش من العاطلين من أبناء وبنات البحرين لذلك فهي فرص تذهب للعمالة الأجنبية بكل تأكيد وليستمر هذا الخلل البنيوي وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة اجتماعية واقتصادية وحتى أمنية أيضا وإذا علمنا أن سياسات دعم السلع عالة ما ترتبط بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتي تحتم بدورها إيجاد حلول من قبل الدولة للتعاطي مع المواضلات الاجتماعية كالفقر والبطالة مثلا وهي كذلك مرتبطة أحيانا بمحدودية الموارد أو شحها وكيفية إدارتها علاوة على مدى فاعلية الهياكل الاقتصادية القائمة لذلك نرى أن الدول المتقدمة الاقتصادية تلجأ باستمرار لسياسات دعم تتسم بالمرونة والنظر في إعادة هيكلتها بشكل سنوي أو حتى دوري وتحكمها منظومة تشريعات وقوانين منضبطة تراعي جوانب البيئة وحتى تغيير سلوكيات الاستهلاك لدى المواطنين وتتميز في العادة بشفافية ومشاركة شعبية خاصة في فترات الانتخابات وبرامج المترشحين وجمعيات حماية المستهلكين لذلك هي تستمد مشروعيتها من مطالب الناس في الحياة الكريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالي تتعزز الثقة الشعبية التي هي ضرورية لإسناد خطط الدولة لتحقيق شبكة الأمان الاجتماعي شبكة أمان الاجتماعي قوامها اقتصاد كفء ومنتج ووجود رقابة ومساءلة حقيقية وعدالة الاجتماعية وشفافية لا يرقى إليها الشك وهنا يحق لنا أن نتساءل هل علينا أن نحلم قليلا بشيء من ذلك؟ أم هل علينا أن نقبل بالتخلي عن دولة الرفاه وبالتالي القبول بمراجعة وربما التخلي مستقبلا عن مفهوم الدولة الريعية ذاته الذي يشكل جزءا من منظومتنا التشريعية والاجتماعية حتى الآن وما الذي علينا أن ننتظره بعد ذلك ترى؟ من المهم ونحن ندخل إلى ساحة مراجعة منظومتنا الاجتماعية والتشريعية وواقعنا الاقتصادي بشكل عام من المهم من المهم نحن ندخل إلى مساحة مراجعة منظومتنا الاجتماعية والتشريعية وواقعنا الاقتصادي من شكل عام أن نجيب على تساؤلات كثيرا ما تطرح دون أن نوفي هذه التساؤلات حقها من الإجابة وهو هل كان أمام الحكومة بدائل للتعاطي مع جملة الأوضاع المعيشية والاقتصادية القائمة؟ دعونا أن نلقي الضوء على بعض منها ولو بشكل عابر انطلاقا مما وعدتنا به رؤية البحرين عشرين ثلاثين منذ تدشينها في أكتوبر 2008 حتى اليوم فقد ذكر معالي نائب رئيس مجلس الوزراء شيخ محمد مبارك الخليفة وهو يقدم الرؤية بمعية سمو ولي العهد إلى ملك البلاد آنذاك ما يلي أقتبس مما قاله نائب رئيس المجلس الوزراء أن رؤية البحرين تتمحور حول المواطن ويتمثل هدفها الرئيسي في زيادة دخل الأسرى الحقيقي إلى أكثر من الضعف بحلول العام 2030 وهذا يمثل ما سعينا إلى تحقيقه منذ البداية من مستوى معيشي أفضل لشعب البحرين نتيجة زيادة معدلات العمالة وارتفاع الأجور وقال أيضا أن من واجبنا أن نهيي السبل والفرص التي تضمن للمواطن الحصول على عمل محترم يمكنه من إعالة نفسه وأسرته بكرامة وعزة ويضيف أيضا أن الاعتماد على مبدأ العدل يعني أن الحكومة ملزمة بمعالجة المسائل القائمة والمتعلقة بكرامة المواطن البحريني وخاصة السكن الملائم وإيصال الدعم لمستحقيه من المواطنين كما يجب على الحكومة أن توفر الإطار القانوني والنظامي الذي يضمن للمعاملة العادلة لأصحاب الأعمال واستئصال الفساد والسعي الجاد للتطبيق العادل للقوانين وقال أيضا في معرض تقديمة الرؤية لملك البلاد إن رؤيتنا تملي علينا كمملكة أن نطمح في الانتقال من اقتصاد قائم على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالميا ترسم الحكومة معالمه ويتولى القطاع الخاص الرائد عجلة تنميته بشكل يوسع الطبخ الوسطى من المواطني البحرينيين بحيث ينعمون بمستويات معيشية عالية جراء زيارة معدلات الانتاج والوظائف ذات الأجور العالية ويسيعتمد مجتمعنا وحكومتنا مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة وهذه أركان أساسية لرؤية البحرين الاستدامة والتنافسية والعدالة لكي تتهيأ لكل مواطن بحريني السبل التي تمكنه من تجسيد قدراته الكاملة وعيش حياة كريمة آمنة انتهى الاختباس كذلك فإن أرقام وزارة العمل الأخيرة تقول لنا أيضا وبوضوح أن هناك أكثر من 45 ألف أسرة بحرينية لا تتجاوز رواتب معيليها 300 دينار بحريني وهناك أكثر من 117 ألف أسرة بحرينية تعتمد على علاوة الغلاء وأكثر من 14 ألف أسرة بحرينية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وتعتمد على المساعدات الاجتماعية هنا نحتاج أن نتوقف لنرى بموضوعية وبعد مرور أكثر من تحسس سنوات على تدشين الرؤية هل نحن نسير في تلك الاتجاهات التي طرحتها الرؤية وأين أخفقنا وأين أصبنا الملاحظة الأولى أنه جرت تخلي رسميا عن البحران كتوجه واعتبرت أنها سياسة معيقة وفاشلة وهذا ما تابعناه من خلال تصريحات كبار المسؤولين ومن ضمنهم كبار المسؤولين في مجلس التنمية الاقتصادية الذي ساهم بالجهد الأوفر في وضع تصور الرؤية كما أن تنويع القاعدة الاقتصادية التي أعطيت الحكومة باعتقاد كامل الحرية للمضي فيها منذ منتصف السبعينات وتحديدا منذ حل المجلس الوطني في أوجست 1973 ودون أي اتعاقات وها هي أرقام ومعطيات الموازنة العامة للدولة تقول أننا نسير عكس ذلك تماما والدليل استمرار الاعتماد المتزايد على النفط كمورد أساسي على حساب تنويع القاعدة الاقتصادية وهذا عكس ما جاءت به الرؤية فالنفط بات يشكل حتى الآن وكما أسلفنا 89% من واردات البحرين كذلك فإن أحصائيات وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية تقول أن غالبية الرواتب ذات الأجور المرتفعة تذهب للأجانب وهناك أكثر من 95% من الوظائف التي يخلقها سوق العمل البحريني ذات الأجور العالية ألف دينار فما فوق تذهب للأجانب ونصيب البحريني منها لا يتجاوز فقط 5% وأكثر من 67% من العمال الأجنبية تتحصل على تأمين صحي وأكثر من 67% من الأجانب يحصلون على علاوات سفر ويحصل أكثر من 60% من الأجانب السكن فيما لا زال معدل البطالة في صفوف البحرينيين كما أسلفنا غير متفق عليه حتى الآن بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجلس التنمية الاقتصادية قلنا وزارة العمل تذكر 4% ومجلس التنمية يذكر 7.3% الشيء الثابت هنا أن تلك المواشرات تجيبنا بوضوح ودون لبس حول الأسباب التي صنفت بسببها البحرين كأفضل بلد في العالم يحبذ الأجانب العيش فيه وذلك بحسب المسح الذي قام به بنك HSBC ونشرها مؤخرا يحق لنا أن نتسأل هل لا زالت الحكومة متمسكة فعلا برؤية 2030 التي تطرح أركانها الثلاثة الاستدامة والتنافسية والعدالة مقومات لتحقيق تنمية حقيقية وعدالة اجتماعية فيما لو تم الالتزام بها فعلا ولكي لا تصبح مجرد حبرا على ورق فإن نحن من سياسة عدالة توزيع الثروة عندما يتم التخلي عن أهم أركانها وهو جعل البحريني هو الخيار الأفضل ومحمر سياسات تنمية واصلحة السوق العمل تم التخلي عن هذا الخيار من كبار المسؤولين المسؤولين عن الرؤية نفسهم كذلك هو الحال مع سياسات تنويع القاعدة الاقتصادية التي بشرنا بها منذ عقول وجاءت الرؤية لتطرحها مجددا فهل يكفي أن يخرج علينا وزير الصناعة والتجارة أو رئيس البنك المركزي البحريني ليقال لنا أن سقف الدين العام لا زال عند الحدود المقبولة وأننا نسير على طريق التنوع الاقتصادي بل وفي مقدمة دول منطقة هل يمكن أن يقنع هذا الكلام عاخل؟ في الوقت الذي نتابع فيه بمرارة خصخصة المشاريع الحيوية وبيع عصول الدولة دون توقف وتراجع السياحة والمشاريع الصناعية في حين يستمر اعتمادنا المزمن على سلعة واحدة ووحيدة هي النفط تلك السلعة الناضبة ثم علينا أن نذكر أن على الدولة التزامات دستورية وقانونية وحتى أدبية تجاه مواطنيها وفي مقدمتها توفير العيش الكريم والتعليم والصحة والسكن اللائق وبقية الخدمات الأساسية وهذه جميعها تتطلب ميزانية ضخمة وموارد مالية مستدامة علاوة على توفير شبكة الأمان الاجتماعي لفئات المتقاعدين والفئات الضعيفة الأخرى من المجتمع فهل يكمن الحل في مزيد من الاستدانة التي هي أصلا متضخمة؟ وللعلم فإن الدولة المتقدمة اقتصادية لا تستدين لمجرد تقطية عجوزاتها أو دفع رواتب موظفيها وإنما لتنمية اقتصادها وخلق استثمارات جديدة وبالتالي خلق فرص عمل لمواطنية نقول كل ذلك وبهذا الوضوح لأننا نعتبر أنفسنا شركاء في الهم الوطني العام نحن والحكومة وأن المسؤولية تحتم علينا الإرشاد إلى مكامل الخلل والمخاطر المحدقة الأمر الذي يدفعنا للقول أن استمرار تجاهل الصوت الشعبي لن تساعد أبدا في خلق أجوام نافقة المطلوبة للتعاطي مع المشكلات والأزمات القائمة فمثلا لماذا يتم التجاوز الرسمي كثيرا للمطالب الشعبية حول ضرورة إعادة هيكلة سياسات الدعم؟ للفئات المحتاجة لها بدلا من إلغاها بالكامل ولماذا يتم الشروع في سياسات ضريبية دون حوار اجتماعي حقيقي؟ من شأنه أن يضمن خلق حالة من التفاهم ويعزز عوامل الثقة بين صناع القرار في البلد ومؤسسات المجتمع وفعالياته ولماذا يتم التساهل مع إلغاء سياسات البحرانة؟ أليس في ذلك دعوة لمزيد من أفقار الناس؟ وزيارة أعباء الدولة نتيجة تراجع الطبقة الوسطى التي هي عصب رئيس لنجاح مجمل السياسات الاقتصادية؟ كذلك فإن السياسات ردات الفعل في التعامل مع التوجهات الاقتصادية لا تستند على خطط واضحة أو حتى مزمنة وبالتالي هي غير مرشحة ألبت أن تبني اقتصادا حقيقيا قابلا للاستدام والنمو وأن الاعتماد المستمر على النفط هو أحد أسباب تراجعنا الاقتصادي وعلينا الخروج من دائرة المراوحة والاعتماد على هذه السلعة الناضبة والمرشحة لمزيد من التراجع في ظل وجود بداء الحقيقية قادمة بقوة ونحن لازلنا بعيدون عن مجرد التفكير فيها كما أن زمن المساعدات الخارجية أصبح جزءا من الماضي فالجميع مشغول بمعالجة أوضاعه الاقتصادية والسياسية في ظل الأزمات الكثيرة التي تمر بها المنطقة والتي وأن سمح لها بالتوقف فإن تداعياتها ستستمر لسنوات طوال بكل أسف لذلك فإننا يجب أن نركز بشكل جاد على أوضاعنا المحلية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بدلا من السقوط دون أن نشعر في زحمة الاستقطابات الجارية في المنطقة حيث أن لذلك تبعات عديدة تطال بشكل مباشر مقدراتنا وثرواتنا وحتى سيادتنا الوطنية وليس مقبولا أن تستمر رؤية 2030 هي مجرد تجميل لواقع مريض مليئ بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلى ما لا نهائها فلا بد من أن تكون الرؤية استشرافا حقيقيا للمستقبل وإدارة واعية للحاضر ضمن مسئولية وشراكة وطنية حتى نضمن جميعنا نجاحها فأبجديات علم الإدارة تعلمنا درسا مهما وهو ضرورة الاعتراف بالمشكلة ليصبح وضع الحلول لها ممكن فيما بعد وهذا أمر لا يحدث بكل أسف لدينا في البحرين وأمام هذا الكم من المصاعب والأزمات المتداخلة هل من الحصافة الاستمرار في تجاهل كل ذلك والهروب بعيدا إلى الأمام وعدم القبول أو التسليم حتى بوجود أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية في البحرين وشكرا